سوف نسترجع أي شيئا حذفنا على الموبايل سوف نعمل بنفس البرنامج الذي عملنا بروت وهو برنامج دكتور فون وكما تتابع معي بعض الفاصل كيف نسترجع حذفنا طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده فتحنا البرنامج اللي كلمنا عنه اللي اسمه دكتور فون وبنختار من على الشمال الامر اللي اسمه بنضغط عليه بس طبعا نكون موصلين الموبايل بالكمبيوتر بتاعنا وباللاب عن طريق عن طريق الكابل زي ما هو ظاهر كده طبعا يا جماعة بقدر ارجع حاجات كتير ممكن الاتصالات الرسائل سجل المكالمات الواتس اوب مثلا الفايلات بتاعتي الفيديوهات اه الاوديو الجلاريس بتاعتي كل الصور ممكن اعمل عليهم سيليكتو كلهم او ممكن اختار حاجة معينة او اه يعني اعمل عليهم سيليكتو اول تمام وبعد كده بقول له اه التالي طبعا بيقول لي اه عايز بقى ايه فحص الملفات دي الملفات المحددة ولا كل الملفات ولا انت عايز تبقى فيه اختيار ثالث اللي هو حسب مسلا اه الحجم اه احنا طبعا انا احبز اللي احنا نختار كافة الايه الملفات وببدأ اقول له التالي تمام طبعا بيبدأ اهو يعمل عملية الاسترجاع بس نخلي بالنا يا جماعة اللي لو الموبايل عمل اكتر من مرة يعني ما قلقش ما فيش اي مشكلة خالص تمام زي ما انتم شايفينه هاي جماعة بدأ بيظهر لي النتايج بتاعتي جايب لي فعلا حاجات كتير سواء الدرداشة الاتصالات سجل المكالمات اه الصور فاللا انا طبعا ببقى عايز اه ارجعه طبعا بضغط عليه كليك شمال يعني ويه اه بحدد اللي انا عايزه وبضغط تحت على كلمة استرجاع فهيبدأ اه يرجع وما فيش اي مشكلة تمام طبعا يا جماعة بيفتح لي بقى البراوسر بتاعي اه بحيس هحدد بقى اللي هو اللوكيشن بحدد فيه المكان اللي انا هحفظ فيه اه طبعا البرنامج بقدر اعمل من خلاله حاجات كتير جدا على سبيل المسال اقدر اعمل من خلاله حاجة اسمها روت ورود ده هنخصص له حلقة ان شاء الله وفيه ده 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 جماعة برضو بستخدمه في حالة الشاشة مسلا بتاعتي تلفة او بايزة وانا عايز اعرف افتح الموبايل واتعامل معي بحيس اقدر اختار اخد الدهتا اللي فيه فمن خلال الامر ده فيه برضو الامر اللي بعديه اللي هو ده من خلال ولو انا كنت ناسي الباترن هيقدر يفتح لي الباترن بتاع الموبايل بتاعي تمام فيه بقى يعني برضو امر اللي هو اسمه داتا ايريسار وده من اسمه يا جماعة بيحزف لي الحاجة اللي على الموبايل خالص اتمنى تكون الحلقة اعجبتكم انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجاية هتبقى قوية جدا 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 هنشرح بالخطوات ازاي بتتم عملية الهاكينج من خلال الواي فاي السلام عليكم